على آله وأصحابه أجمعين الدرس العاشر حقوق الإنسان في الإسلام من مادة التربية الإسلامية لطلابنا في الصف الأول تنوي بفرعيه العلمي والأدري حقوق الإنسان الميثاق العالمي لحقوق الإنسان أعلم في عام 1948 وقد أكد هذا الميثاق أو هذا الإعلان العالمي مبادئ إنسانية رفيعة تحفظ للإنسان حقوقها وتتفق معظمها مع الشريعة الإسلامية لكن هؤلاء أعلنوا حقوق الإنسان في هذه الدنيا في عام 1948 لكن الله سبحانه وتعالى أنزل حقوق الإنسان منذ أن خلق الإنسان منذ أن خلق آدم عليه الصلاة والسلام والله سبحانه وتعالى ما أنزل وحياً من السماء إلا من أجل حفظ ضرورات الإنسان الخمسة التي ذكرناها في درس المقاصد الشريعة الإسلامية انظر كل الكتب التي أنزل الله سبحانه وتعالى فهي متضمنة لجميع حقوق الإنسان والواجبات التي ينبغي أن يقوم بها الإنسان حتى يحفظ حقوق الآخرين حقوق الإنسان في الإسلام تمتاز بعدة ميزات وتختص بعدة خصاص الأولى أنها ثابتة لا تتبدل الأمر الثاني أنها ملائمة للفطرة الإنسانية الميزة الثالثة والخصيصة الثالثة أنها من عند الله عز وجل وإذا كانت من عند الله عز وجل فإنها لن تظلم بل ستكون صائبة ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبيل؟ لنتعرف ابتداءنا على مفهوم حقوق الإنسان في الإسلام كما قلت لكم نريد أن نقسم التعريف إلى عدة هفكار أول شيء الحق ما هو؟ الحق هو مصلحة الحق هو مصلحة حقي عن مصلحتي إذن بقول حقوق الإنسان في الإسلام هي المصالح التي أثبتها الإسلام للإنسان وصالح خصائص وميزات أثبتها الإسلام للإنسان طيب وبعد ذلك الفكرة الثانية بالتعريف وألزم الآخرين باحترامها وحفظها بما يؤدي إلى حفظ دينه أو نفسه أو عقله أو نسله أو ماله إلا هي الضرورات الخمسة التي ذكرنا في الدرس المر إذن بالتعريف نحفظه بهذه الأفكار أنه المصالح التي أثبتها الإسلام للإنسان وألزم الآخرين باحترامها وحفظها مما يؤدي إلى حفظ هذه المصالح الخمسة أسس مرتكزات حقوق الإنسان في الإسلام ما دام أنه الله سبحانه وتعالى أرسى حقوق الإنسان ما هي الأسس وما هي المرتكزات التي وضعها الله عز وجل ليقيم عليها حقوق الإنسان لأن البناء يحتاج إلى أسس يحتاج إلى مرتكزات حتى يكون هذا البناء متين تتكح حقوق الإنسان في الإسلام على عدة أسس وعدة مرتكزات المرتكز والأسس الأول هو وحدة الأصل للجنس البشري الثاني التكريم الإنساني الثالث العدل بين الناس ما المقصود بوحدة الأصل للجنس البشري أو وضح ذلك منقول أولا أولا أن الله سبحانه وتعالى خلق الناس جميعا من نفس واحدة كل البشرية ليس العرب فقط ليس المسلمين فقط كل البشرية كل من يطلق عليها أنه إنسان فقد خلق الله عز وجل هذه البشرية وهذا الإنسان كلهم خلقهم من نفس واحدة هذا أولا ثانيا وجود الاختلاف بين الناس في الجنس أو في اللون أو في الدين ينبغي أن يكون دافعا للتعارف والتكاتف والتعاون وليس منطلقا للاختلاف والنزاع الله سبحانه وتعالى قال في محكم التنزيل ليبين لنا أن الاختلاف كله إنما يكون لأجل التعارف والتكاتف يا أيها الناس ما قال يا أيها المسلمين قال يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وعنثاء وجعلناكم شعوبا وقبائلا لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير إذن الشعوب والقبائل والاختلاف كل هذا من أجل التعارف الذي يؤدي إلى التعاون لا النزاع ولا الشقاق إنما هو تعاون وتكاتف لبناء هذه الحياة إذن لو قلنا يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وعنثاء وجعلناكم شعوبا وقبائلا لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم الخبير استنبط من الآية مرتكز أو أس من أسس حقوق الإسلام في الإسلام من قول وحدة الأصل للجنس البشري الأساس الثاني هو التكريم الإنساني التكريم الإنساني إنساني وليس المسلم المسلم له كرامة عند الله سبحانه وتعالى غير وهي كرامة خاصة لكن الله سبحانه وتعالى كرم الإنسان كل الإنسان لذلك ما معنا التكريم الإنساني أو وضح ذلك بقول كرم الله سبحانه وتعالى الناس جميعا على اختلاف أجناسهم وأديانهم الإنسان مقرر بصرف النظر شو جنسه شو لونه شو عرقه شو لغته شو دينه كله هذا الإنسان مكرر هذا الأمر الأمر الثاني من مقتضياته مظاهر تكريمه أن يأمن في الحياة على نفسه وماله وعرضه يكون آمن مطمئن أنه نفسي مصانة مالي مصان عرضي مصان الأمر الثالث كذلك من حقه وهذا من مظاهر أيضا التكريم الإنساني ألا يتعرض الإنسان للقهر والظلم والتعذيب ولا يعامل باحتقار لأي سبك يظلم يقهر يعذب هذا لا يجهد شرعا ولا يحتقر كذلك هذا معنى التكريم الإنساني يقول الله سبحانه وتعالى ولقد كرمنا بني آدم ولم يقل ولقد كرمنا المسلمين بني آدم ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير من من خلقنا تفضيل لذلك الله عز وجل كرم الإنسان وميز عن غيره من المخلوقات بماذا؟ بالعقل والله عز وجل أعطى العقل للمسلم وأعطى العقل للكافر فكرم الله عز وجل الجميع وما دام أن الله كرم يجب علينا أن نكرب إذن هذا هو المرتكز الثاني هو التكريم الإنساني المرتكز الثالث هو العدل بين الناس العدل بين الناس يعني أن الشريعة الإسلامية عدلت بين الناس جميعا فيه في الحقوق وفي الواجبات كلمة العدل دائما متفيدة ياشي حقوق وواجبات عدلت بينهم جميعا من غير النظر إلى عرق أو لون أو جنس أو دين أو غنى أو فقر أو حاكم أو معكم أو غيره ما في طبقات في قضية الحقوق وواجبات طبعا لا متكلف في الشريعة الإسلامية دعكم من الأحكام الوضعية ودعكم من الظلم الذي نراه في هذه الحياة إنما أنا أتكلم عن الشريعة الإسلامية لذلك يقول الله سبحانه وتعالى في محكمة التنزيل إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذو القربة وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعيظكم لأن لكم تذكرون ولما قال الله عز وجل إن الله يأمر بالعدل لم يخصص العدل مع مسلم ولا مع كافر ولا مع أبيض ولا مع أسمر ولا مع عربي ولا مع عجمي إنما العدل بشكل عام فالعدل هو أساس الملك الله سبحانه وتعالى لما خلق الكون كله أنزل الميزان سبحانه وتعالى ووضعه في هذه الأرض وأمر البشرية أن تقوم بالقسط فيه والعدل فيه وأن لا تظلم فأن ظلمت ستلقى الله سبحانه وتعالى يوم القيامة فتحاسب على ما ظلمت هذا بالنسبة للأسس والمرتكزات اللي بقوم عليها حقوق الإنسان في الإسلام طيب إحنا في عندنا الآن حقوق الإنسان في الإسلام إلها أنواع أو أصناف أو مجالات في عندنا أربع مجالات بدنا نتكلم عنهم هنا إلا هو طبعاً نوع أو صنف أو مجال نفس الشيء المجال الأول أو النوع الأول له الحقوق الشخصية اثنين الحقوق الاعتقادية والفكرية ثلاث الحقوق الاجتماعية أربع الحقوق السياسية ذلك لو قلت لك سؤال أذكر أنواع أو أصناف أو مجالات حقوق الإنسان في الإسلام تقول له هذه العناوين الأربع وكل عنوان فيه تحته يوجد تحته بعض الحقوق مثلاً حقوق الشخصية عندنا حقين بدنا نتكلم عنهم إلا هو حق الحياة وحق المساوة حق الحياة ابتداء الحق الحياة ذكرنا طبعاً في الدرس الماضي المقاصة الشرعة الإسلامية حفظ النفس حفظ النفس هو نفسه حق الحياة حق الحياة أولاً إن الإسلام حرم الاعتداء على النفس البشرية واعتبر قتل نفس واحدة بمنزلة قتل الناس جميعاً يقول الله سبحانه وتعالى مما يدل على ذلك من قتل نفساً بغير نفساً أو فساداً في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً هذه الآية لو قلت لك استنبط من هذه الآية حق من حقوق الإنسان الشخصية بتقول له حق الحياة هذا الأمر الأول إنه حرم الاعتداء على النفس البشرية واعتبر قتل الإنسان كقتل البشرية جميعاً طيب وبس خلص كتفى؟ الإسلام لا الإسلام ما بيحرمه بيكتفي ولا بيقول هذا خطر وبكتفي بيقول إذا وقعت في هذا الخطأ سأقيم عليك العقوبة لذلك النقطة الثانية نقول شرع الإسلام القصاص شرع الإسلام القصاص لماذا؟ وذلك علم ذلك حفظاً لحياة الإنسان وصيانة لأمن المجتمع واستقراره حفظ لحياة الإنسان وصيانة لأمن المجتمع واستقراره مش الإنسان لوحده كمان المجتمع كله لأمن الاستقرار لو أنه ما شرع القصاص وحلص القتل خطأ القتل خطأ ولا يجوز لا تعتدعم نفسه كذا وإلى آخرين وما في عقوبة ستقوم المجازر سيقوم القتل لذلك من أمن العقوبة ساء الأغب الأمر الثالث في بيان حق الحياة أن الإسلام أوجب تأمين الوسائل اللازمة لحماية حق الحياة مثل إيش؟ الغذاء الدواء الأمن كله أوجب لازم يؤمن الطعام يؤمن الغذاء لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم أيما أهل عرصة يعني قوم كان حي ماتوا باتوا وفيه ممرئ جائع فقط بريئة منهم ذمة الله أيما أهل عرصة باتوا وفيه ممرئ جامع ممرئ جائع إلا وبرئة منهم ذمة الله سبحانه وتعالى طيب هذا الحق الحياة حق المساواة ما نقصد بحق المساواة أو وضح ذلك طبعا لما نقول وضح بدنا نتكلف كل الكلام اللي بيكون بالفقر نفس تقريبا نفس الأصل له العدل بين الناس نفس العدل بين الناس وذلك أن الإسلام أكد على مساواة الناس جميعا في الحقوق والواجبات من غير تفرق بسبب جنس أو طبقة أو مذهب أو عصبية أو حسب أو نسب أو مال أو دين أو أي نوع من أنواع التفريق ما بين الناس لا يفرقوا أمام القانون ولا يفرقوا أمام العدل وأمام حق المساواة لا يفرق بينهم أبدا يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس ألا إن ربكم واحد وإن أباكم واحد ينادي الناس ربكم واحد وإن أباكم واحد ألا لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا أحمر على أسود ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى بالتقوى والتقوى مين مقدرها؟ رب العالمين سبحانه جل في علا لا يمكن أن نستطيع أن نقدر التقوى في هذه الحياة إنما الذي يقدرها هو الله سبحانه جل في علا إذن هذا هذا الحق الثاني من حقوق الإنسان الشخصية لو طلك مثلا السؤال هذا تقيسه على الأربع مجالات أذكر مثالا واحدا صحيحا أنتبه أذكر مثالا واحدا صحيحا على حقوق الإنسان الشخصية في الإسلام نقول مثلا حق الحياة أو حق المساوى مثال على حق من الحقوق حق الحياة أو حق المساوى أو أذكر حقا من الحقوق من حقوق الإنسان الشخصية في الإسلام نقول حق الحياة أو حق المساوى وكذلك سائر الحقوق المجال الثاني أو الصنف الثاني اللي هو الحقوق الاعتقادية والفكرية عندنا ثلاث حقوق في الحقوق الاعتقادية والفكرية حق حرية التدين حق التعلم حق حرية الرأي والفكر حرية التدين خلالي نشأل مظاهر هالمظاهر اللي بتدل على احترام الإسلام لحق حرية التدين مثلا أول شيء أعطى لإسلام الإنسان حق اختيار ديني قال الله لا إكرارها في الدين إله حق يختار الأمر الثاني أن الإسلام دعا إلى احترام بيوت العبادة وعدم الاعتداء عليها حتى الكنائس لا يعتدى عليها لا يجوز لا تهدم الكنائس ولا تسكن ولا تصادر وتبقى كما هي إذن حرم الإنسان دعا الإسلام إلى احترام بيوت العبادة وعدم الاعتداء عليها الأمر الثالث والمظهر الثالث أنه حرم الاستهزاب الذات الإلهية والرسل والدين وشعائر الدين يدل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى وَلَا إِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِ اللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهُزُونَ لَا تَعْتَذَرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فأنزل الله عز وجل هذه الآية وَلَا إِنْ سَأَلْتُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ كُنَّا نَكِتْ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِ اللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهُزُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إذن هاي ثلاث مظاهر بدل على حق حرية التدين أو شرح حق حرية التدين الحق الثاني حق التعلم حق التعلم أن الإسلام أعطى لإنسان أولاً حق التعلم وإكتساب المعرفة وأنه يختار نوع التعليم اللي بدو إياه أطف حق التعلم وتختار نوع التعليم لماذا؟ لماذا الله سبحانه وتعطى لإنسان حق التعلم وأمره به وحثه عليه وعطاه حرية الاختيار وذلك لتحقيق التقدم الأمة ونيل رضا الله سبحانه وتعالى لأن العلم يبني يشلب ابن الحضارات الذي يبني الحضارة والعلم الذي يبني الحياة والعلم الذي يحمي الحياة والعلم وكذلك العلم هو الذي يريده الله سبحانه وتعالى ينال الإنسان بذلك رضا الله سبحانه وتعالى يقول الله سبحانه وتعالى عن العلم قال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات قال الله قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون يستويان عالم وجاهل لا يستويان يبدأ العالم يبني والجاهل يهدم وإذا أردنا أن تحل قضايا الأمم أو قضايا الأمة فإنما نسعى إلى العلماء حتى يحلوا هذه القضايا هذا مظهر المظهر الثاني أو النقطة الثانية في الشرح أن أهم العلوم التي ينبغي على الإنسان أن يتعلم عن علم الشرعي لماذا العلم الشرعي؟ لما له من أثر عظيم في استقامة الفرد استقامة حياة الناس تستقيم حياتنا بالعلم الشرعي وليس المقصود هذا أن يتوجه الناس في الجامعات إلى تعلم الشرع الإسلامية إنما المقصود بالعلم الشرعي أن هناك ناس متخصصين بالشرع الإسلام يدرس في الجامعة الشرعية الإسلامية أو يدرسها بأي طريقة إن كانت وهناك ناس متخصصين في الطب والهندسة والفي كيميا والفيزياء والرياضيات واللغة الإنجليزية واللغة العربية يحتاج أن يتعلموا من الدين ما يقيم به حياتهم يحتاج أن يرفع الجهة عن نفسه أليس الطبيب يحتاج أن يتعرف عن الحلال والحرام؟ أليس التاجر يحتاج إلى أن يتعرف إلى الحلال والحرام وإلى أحكام البيوع وأحكام الشراء؟ بذلك تستقيم الحياة بذلك يأتي التاجر يضبط تجارته بالحلال يضبط تجارته بأنه يجتنب الحرام وبذلك عبادة أيما عبادة أيما عبادة تكون لهذا الإنسان الذي يكون في الميدان وهو يخاف الله سبحانه وتعالى طبيباً كان أو مهندساً أو تاجراً أو كان مهنياً أو إلى آخره الحق الثالث من حقوق الأتقادية والفكرية في الإسلام اللي هو حق حرية الرأي والفكر ابتداء أكد الإسلام النقطة الأولى أنه أكد الإسلام حق الإنسان في حرية التفكير والتعبير على الرأي هذا الأمر الأول الأمر الثاني أنه دعاً القرآن أو دعاً الإسلام الإنسان إلى أن يقف مع نفسه ويتفكر لماذا؟ علل ليش دعاً الإسلام الإنسان أنه يقف ويتفكر وذلك من أجل تمحيص وتصفية الآراء والأقوال حتى يبين الخطأ منها ويبين الصواب منها فيأخذ الصواب ويترك الخطأ قل الله سبحانه وتعالى قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا مثنى أزواجها وفراد واحد لوحدة تتفكر تتفكر بالكون اوصل لنتيجة الله سبحانه وتعالى خلق الكون وجعل فيه الدنائل على أن الله سبحانه وتعالى له الأحقية في العبادة وله الأحقية سبحانه وتعالى في الربوبية وله الأحقية سبحانه وتعالى في الألوهية لذلك حينما ينظر الإنسان ويفكر بعقله جيداً سيصل إلى النتيجة الحتمية بأن الله سبحانه وتعالى وراء التدبير ووراء الخلق ووراء الملك لهذا الكون كله وبالتالي فأن الله سبحانه وتعالى يستحق العبادة هذا أمر الأمر الثالث في توضيح هذا الحق أن الإسلام بيّن أنه يجب أن لا تتخذ حرية الرأي ذريع لنشر الأفكار المنحرفة والهدامة وتجريح الناس وكذلك الاستهزاء بالأذيان ما ينبغي أن يكونوا والله حرية الرأي والتعبير عن الرأي والتفكير أنه مثلا أسب الدين أو أني أجرح المشاعر المسلمين أو كذا أو أني أجرح الناس أو كذلك أنشر أفكار منحرفة هدامة هذه ليست حرية الرأي هذا هدم وهذا جهل وهذه عداوة ينبغي على الإنسان أن يكون دائما مراعيا لأمني واستقراري المجتمع وأكثر ما يستقر المجتمع إذا كان فكره قد ارتاح وأهدأ ممكن أقول لك يا سؤال ضبط الإسلام حرية الرأي والفكر وقيده بقيد وضوابط كثارة منها بقول يجب أن لا يكون وسيلة أو ذريعة لنشر الأفكار المنحرفة والهدامة أو أن يكون لتجريح الناس أو أن يكون للاستهزاء بالأذيان الحقوق الاجتماعية في الإسلام من حقوق الإسلام من حقوق الإنسان في الإسلام الحقوق الاجتماعية ومنها حق العمل وحق التملك والتصرف حق العمل إنه الإسلام حفعل العمل واعتبر الإسلام العمل عيد الإعبادة إذا ابتغيت به مرضات الله سبحانه وتعالى كيف ابتغي به مرضات الله سبحانه وتعالى؟ يعني أنوي أني بدي أعمل حتى أني أنفع نفسي وأنفع عيالي هذا نية صالحة يؤترضي الله سبحانه وتعالى يقول للنفس السمكفة بالمرئ إثمن أن يضيع من يعول يعني عياله ومن ينفق عليهم أيضاً يريد أن يعمل لكي يكسب المال حتى لا يطلب الناس ولا يحتاج للناس هذه يحبه الله عز وجل أيضاً يريد أن يعمل حتى ينفع نفسه ويتصدق على الفقراء والمساكين وينثر المال في وجوه الخير وفي الأصناف البر والإحسان التي تدفع فيها الأموال وما إلى ذلك أريد مثلاً أن أقوم على خدمة والدي ووالدتي وإخواني أريد وأريد وأريد كلها تكون أمور حسنة أريد أن أبني مصنعاً لأجل أن أكسب المال وأن يكون هناك عندي مثلاً مئة عامل هؤلاء المئة ينفعوا مئة عائلة وإلى غير ذلك من هذه النيات الحسنة الأمر الثاني أن الإسلام دعا إلى الأخذ بالأسباب لطلب الرزق يقول الله سبحانه وتعالى هو الذي يجعل لكم الأرض ذلولة يعني ممهدة سهلة يستطيع الفلاح أن يحرث ويزرع ويستطيع المهندس أن يحفر وأن يبني وأنه إلى آخر ويستطيع كل إنسان بحسب تخصص وحسب توجهاته أن يستفيد من هذه الأرض التي مهد الله سبحانه وتعالى طيب وبعدين بعد الله عز وجل ما مهد الأرض ماذا قال؟ قال هو الذي جعل لكم الأرض ذلولاً خذوا بالأسباب فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور وكلوا من رزقه وإليه النشور بالمشي في المناكب في الأطراف التنقل في هذه الأرض وإليه النشور حتى الله عز وجل يضبط لنا قضية طلب المال عن طريق الكسب الحلال الأمر الثالث أنه أوجب الإسلام على الدولة أن تهيي العمل وفرص العمل للقادرين عليه كمان أنه حذر للنقطة الرابعة أنه حذر الإسلام أصحاب العمل من أكل حقوق العمال لا تؤكل حقوق العمال ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله ثلاثة عن خصمهم يوم القيامة وذكر منهم قال ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم يعطي أجره أخذ استأجر أجير لعمل معين عمل الأجير هذا العمل ولما أجبت أعطي العجرة ما أعطى العجرة أو أعطى حقه منقوص الحق الثاني حق التملك والتصرف ما دام أنه عنده عمل لا بد أن يكسب بالتالي الكسب بده تملك ولا أو لما يتملك كذلك يريد أن يتصرف أولاً من حق الإنسان أن يمتلك مهرد أنا قلت لك وضح هذا الحق فقل لك أولاً من حق الإنسان أن يمتلك ما يريد ويتصرف به كما يريد من غير استغلال للآخرين وأكل أموال الناس بالباطل يقول الله سبحانه وتعالى وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَطْلِ لماذا؟ علّن لماذا له أن يمتلك ما يريد ويتصرف به كما يريد أولاً لأن المال في نظر الإسلام هو عصب الحياة بحرك الحياة المال هو البحرك الأمر الثاني هو وسيلة للحياة الكريمة الآمنة الإنسان لم يكن مع عمل بيكون حياته بيكون إنسان يشعر بالكرامة الأمر الثالث به يستطيع أن يخدم نفسه وأمته يقدم لنفسه ما تحتاجه ويقدم كذلك للأم ما تحتاجه إليه الأمر الثاني أن الإسلام لما أنه نهى عن أكل أموال الناس بالباطل وجعلنا التملك تملك عن طريق الحلال شرع عقوبات رادعة تمنع الاعتداء على الأموال الآخرين سواء بالسرقة والنهب أو خيانة الأمانة والإحتيال أو غيرها طيب هذه الحقوق الاجتماعية طيب إيش فائدة التحقق الحقوق الاجتماعية أو التحقيق الحقوق الاجتماعية للإنسان في الإسلام الأمر الأول إنه أنه تجعل الإنسان عنصر فاعل في المجتمع بسلب بسلب حي الأمر الثاني إنه يحقق به المواطن الصالحة التي يمن بها على نفسه وماله وعرضه مجالande حي Month سيحافظ على حقوقي الآخرية النوع الرابع والمجال الرابع الحقوق السياسية الحقوق السياسية تشتمل على ممارسة الانشطة السياسية مثل تولي المناسب العامة في الدولة مثل وزير أو أمين عام أو مدير أو كذا بالآخر اثنين الترشح والانتخاب أنه يترشح للنياب وكذلك أنه يدلي بصوته الأمر الثالث ممارسة العمل السياسي طيب وطبعاً ليس يضع دوائر سابقاً في أسلطة الوزارة مثل مثلاً ضادارة من حقوق الشخصية للإنسان في الإسلام قال تعلم العمل الترشح والانتخاب المساوى طبعاً هو حق المساوى إلى هنا نأتي إلى نهاية هذا الدرس أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضا والحمد لله رب العالمين